بسم الله الرحمن الرحيم أحبة طلاب الصف الثاني عشر مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حيث سنتناول اليوم الجزء الثاني من درس وطني قطر للأديبة والشاعرة الدكتورة حص العوضي ويتوقع من الطالب بنهاية هذا الدرس أن يستنتج الغرض الرئيس من قصيدة وطني قطر يستنتج المعاني الضمنية في قصيدة وطني قطر يحدد الإشارات التاريخية والاجتماعية في نص وطني قطر مبينا دلالاتها يبين أثر التناص الأدبي من خلال المقارنة بين نص وطني قطر ونص آخر وقبل أن نكمل من تهين منه في الجزء الأول تعالوا معي أعزائي نستذكر بعض الأفكار المتضمنة في القصيدة والتي ناقشناها في الجزء الأول وذلك بمناقشة الأسئلة الآتية عما يتحدث المقطع الأول أحسنت قطر وطن العزة والفخار ما الذي يزين قطر كما فهمت من المقطع الأول وما دلالة هذه الزينة أحسنت تلال الرمال تزينه وتدل على عراقته وجماله عما يتحدث المقطع الثاني أحسنت قطر بخيرها وجمالها محل للقاصدين كيف ترى الشاعرة وطنها في هذا المقطع؟ صحيح ترى فيه الكرم والخير والجمال والذكريات الجميلة ومقصد الجميع أحسنت أحبتي نواصل الإبحار في هذا النص وطني قطر ونبدأ بهذا التعريف يقصد به الرسالة التي أراد الشاعر إيصالها من خلال القصيدة ما المصطلح المقصود بهذا التعريف؟ أحسنتم إنه الغرض الرئيس من النص فلكل أديب رسالة يريد إيصالها من خلال ما يكتب وتعالوا معي أحبتي نأخذ مثالا حول الغرض الرئيس وهي أبيات لشاعر من شعراء مدرسة الإحياء وهو حافظ إبراهيم حيث يقول فالناس هذا حظه مال وذا علم وذا كمكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي والآن ما الغرض الرئيس من هذه الأبيات أحسنتم إعلاء شأن الأخلاق والآن عزيز الطالب بعد أن تعرفت المقصودة بالغرض الرئيس ما الهدف الرئيس الذي تهدف الشاعرة إلى تحقيقه في قصيدة وطني قطر أحسنت التغني بالوطن الذي يمثل كل شيء لمن يحبه والآن أحبتي تعالوا نغوص في المعاني الضمنية للقصيدة فالقصيدة تزخر بدلالات ومعاني ضمنية تحتاج من القارئ التأمل فالشاعرة تقول وطني قطر الموج رافقه طويلا منذ آلاف العصور الغابرات ومن فطر والمد أفنى عمره بين الصخور فمن تثر تحمل هذه الأسطر معنا خفيا ما هو؟ أحسنت الصمود والقوة فبالرغم من كل العوادي ظل هذا الوطن صامدا ومن فطر وتقول الشاعرة أيضا ومواكب الأفلاك في طرقاته تبني قصور الحب تبني حلمه تعلي صروح النور ترسي عزمه بالمجد تحضنه وبالعمر الأغر ما المعنى الضمني لهذه الأسطر؟ أحسنتم سمو رسالة قطر عبر التاريخ وتقول الشاعرة يا ساحلا يرسو عليه القادم الآتي ويسجل التاريخ في أوراقه عطر الكرام ما المعنى الضمني في هذين السطرين؟ أحسنت الأمان والكرم فالكل ينشد هذا الوطن وطن الكرام وتقول الشاعرة أيضا يا موطنا غنى له الركبان في كل الديار ما المعنى الضمني في هذا السطر الشعري؟ أحسنتم الأثر الطيب لقطر في نفوس زائريها ويدل على ذلك تغني القوافل بطيب هذا الوطن وتقول ما ردد الإصباح نهجك والثرى إلا بملحمة الأمان ما المعنى الضمني لهذين السطرين؟ أحسنت انتشار الأمن والأمان في ربوع قطر وتقول أيضا ما أنت يا وطن مجرد ملجأ ما دلالة هذا السطر الشعري عزيز الطالب؟ أحسنت المستقبل الواعد على أرض قطر فقطر ليست مجرد ملجأ بل هي المستقبل الواعد والآن أحبتي تعالوا نستكشف القيم الجمالية والإنسانية في القصيدة فما القيمة الجمالية في هذه الأسطر؟ لاحظ معي عزيز الطالب هذه المفردات النجوم القمر البحار نلاحظ عشقا لعناصر الطبيعة تأمل هذه الأسطر عزيز الطالب وأمعن النظر في بعض التراكيب كقول الشاعرة يرسو عليه القادم الآتي عطر الكرام ينتشي بروائح العود السخي ما القيمة الإنسانية التي لاحظتها في هذه الأسطر؟ أحسنت كرم الاستضافة وطيب الإقامة على أرض قطر في هذه الأسطر قيم جمالية إنسانية ما هي؟ أحسنت الأمل والتفاؤل والبراءة والمحبة نلاحظها في هذه الأسطر والآن عزيز الطالب لنجب عن السؤال الرابع في صفحة ثلاثين بعد المئة والسؤال من واقع فهمك النص وضح المقصود بما يأتي وطن تجاوره النجوم ويسهر فوق شرفته القمر ما المعنى الضمني في هذين السطرين؟ أحسنت سمو الوطن ورفعة مكانته والمد أفنى عمره بين الصخور فمن تثر ما المقصود بقول الشاعرة في هذين السطرين؟ أحسنت قوة الوطن وصموده أمام العوادي يضمن كل الشعراء إشارات تاريخية واجتماعية في قصائدهم فالشاعر يتأثر ببيئته التاريخية والاجتماعية كما هو حالنا جميعا فلا يستطيع الشاعر أن ينسلخ بلغته وشعوره عن هذا الأثر فنراه واضحا في نتاجه بشكل عفوي ونجد الإشارات التاريخية في قصيدة وطني قطر في قول الشاعرة الموج رافقه طويلا منذ آلاف العصور الغابرات ومن فطر والمد أفنى عمره بين الصخور فمن تثر فالشاعرة هنا تشير إلى صمود قطر عبر التاريخ ونجدها أيضا في قول الشاعرة ويسجل التاريخ في أوراقه عطر الكرام فالشاعرة هنا تشير إلى التاريخ المجيد لأبناء قطر كما أشارت الشاعرة إلى تاريخ قطر الحافل بالسخاء والكرم على من أحبه وطنا في قولها هل جال يوما في بواديه المنيرة كوكب غنى وطار هل صال في جنباته بيض الفوارس والخيول وشاعر تاه الديار أما بالنسبة للإشارات الاجتماعية فالقصيدة زاخرة بها فنجد السخاء والطفولة السعيدة للشاعرة وصباها في ظلال هذا الوطن فتقول الشاعرة وأراك يا وطني سخيا وارفا عطر المزار وأراك في عيني صبحا وابتسامات النهار عذب الطفولة والصبا ونلاحظ أيضا روائح العود والمسكي وهو ما يميز المجتمع القطري في قول الشاعرة وينتشي بروائح العود السخي ومسكه عبق تضمخ وانتشر ومن الإشارات الاجتماعية أيضا عشق الثرية إشارة إلى مجالس السمر والتي تكون النجوم فيها مؤنسة للمتسامرين ونلاحظ أيضا عشق السقور إشارة إلى عشق المجتمع القطري للسقور والصيد بها نجد ذلك في قول الشاعرة يسر بأطياف الفخار وأراك والأحباب مهد دربهم عشق تجلى بن بهار عشق الثرية والصدى عشق الصقور السابحات على المدى عشق الورود الناعسات مع الندى يا موطنا غنى له الركبان في كل الديار وطني قطر ولعلك تسأل عزيز الطالب ما دلالة توظيف الشاعرة لهذه الإشارات التاريخية والاجتماعية وإليك الإجابة يدل ذلك على تغلغ لعشق الوطن بتاريخه ومكونات مجتمعه في نفس الشاعرة وفخرها بانتمائها إليه والآن أحبتي تعالوا معي لنجيب عن السؤال الثامن في الصفحة الواحدة والثلاثين بعد المئة والسؤال تضمن النص العديد من الإشارات التاريخية والعادات الاجتماعية اذكر مثالين لكل منهما الإشارات التاريخية أحسنت في قول الشاعرة منذ آلاف العصور الغابرات وقولها ويسجل التاريخ في أوراقه عطر الكرام أما العادات الاجتماعية أحسنت في قولها وينتشي بروائح العود السخي ومسكه وقولها عذب الطفولة والصبا وفي قولها عشق الصقور السابحات على المدى والآن عزيز الطالب تأمل هذا التعريف هو ظاهرة أدبية وفيها يتضمن نص ما نصوصا أو فكرا في نص أو نصوص أخرى أدبية دينية تاريخية ثقافية عن طريق الاقتباس أو التضمين أو الإشارة هل مر بك هذا التعريف في درس سابق؟ نعم لقد مر معنا وتحديدا في الجزء الثاني من درس بلقيس وها هو يتكرر معنا مرة أخرى وسيتكرر في دروس قادمة فما المصطلح المقصود في هذا التعريف؟ أحسنت إنه التناص وكما ذكرنا سابقا للتناص نوعان تناص مباشر وهو اقتباس لفظي واضح ومباشر وتناص غير مباشر وهو تضمين فكرة في النص الأصلي تتداخل مع فكرة في نص أو نصوص أخرى من دون اقتباس لفظي ومن أشكال التناص غير المباشر التناص في الموضوع فلا شك أن حياة البحر والغوص والسفينة قد سيطرت على مخيلة شعراء الخليج بصفة عامة فتصدرت قصائدهم وتلونت بها مفرداتهم وإليك عزيز الطالب بعضا من إبداعات شعراء الخليج حول الغوص والبحر والسفينة وهو ما يعد تناص غير مباشر يقول الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني مخاطبا سفينة الغوص فاحفظ الذكرى ففي الذكرى عزاء واستعيد صوت نهام على سطحك يشدو بالغناء وعليه السيب والغواص أسرى يمضيان اليوم في هم وكد وعناء ويقول شاعر آخر عن سفينة الغوص رفعوا فيها شراع الحب لا شرع الضغينة فإذا الأمواج ثارت ولها صارت رهينة برز الإيثار فيهم وبطولات دفينة قهروها بثبات وإرادات مكينة ولعلك لاحظت عزيز الطالب التناص بين الشاعرين حيث ظهر ذلك من خلال الحديث عن حياة البحر والغوص وبطولات الغواصين والآن أحبتي تعالوا معي لنجيب عن السؤال السابع في الصفحة الواحدة والثلاثين بعد المئة قالت الشاعرة القطرية سمير عبيد مهما أذاع البحر سيرتهم كم غامروا غاصوا وكم عبروا لك صوتك المعروف في زمن أصوات كل الناس تستتر يا دوحة التاريخ يا عبقا يبقى مدى التاريخ ينتشر والسؤال حدد من نص وطن قطر الأسطر التي تتوافق مع المعنى السابق ثم بين أوجه الاتفاق والاختلاف من حيث الفكرة والعاطفة والآن عزيزي الطالب أين نجد هذا المعنى في قصيدة وطن قطر؟ أحسنت في قول الشاعرة حص العوضي ويسجل التاريخ في أوراقه عطر الكرام وينتشي بروائح العود السخي ومسكه عبق تضمخ وانتشر ننتقل إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشاعرتين نبدأ أولا بأوجه الاتفاق ما الفكرة المشتركة بين الشاعرتين؟ أحسنت مجد الأجداد والآباء عبر التاريخ ما العواطف المشتركة بين الشاعرتين؟ أحسنت حب الوطن والافتخار به ننتقل الآن إلى أوجه الاختلاف بين الشاعرتين أين تجد الاختلاف في الفكرة؟ أحسنت الشاعرة سمير عبيد ألمحت إلى صوت قطر الإيجابي عبر التاريخ كما أنها لجأت إلى المقارنة لتبرز فضل وطنها والآن أين تجد الاختلاف في العاطفة؟ أحسنت الشاعرة سمير عبيد أضافت إلى عاطفة الحب عاطفة الشفقة على الأجداد وما كابدوه من مخاطر أحبتي هكذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في الجزء الثالث من درسي وطني قطر شكرا للمشاهدة